اكد سعادة المهندس وائل بن ناصر لمبارك وزير شؤون البلديات والزراعة ان مؤتمر المدن الذكية خرج بتوصيات من عصارة تجارب ودراسات تقدم بها متخصصون في هذا المجال الامر الذي يجعل من هذه التوصيات محل اهتمام ومتابعة جاء ذلك خلال اختتام النسخة السادسة من مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2023 واشاد وزير شؤون البلديات والزراعة بجهود المنظمين والقائمين على مؤتمر المدن الذكية معكدا اهمية دعم مثل هذه الفعاليات واستمراريتها مما يعود بالاثر الايجابي على الاهداف التنموية لمملكة البحرين هذا وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات من بينها وضع استراتيجية شاملة للمدن الذكية تتضمن سياسات وانظمة وارشادات لتطوير وتنفيذ حلول المدن الذكية والعمل على التطوير المستمر لبنية تحتية رقمية قوية بما يسهم في الاستمرار في نشر حلول المدن الذكية كما وشملت التوصيات ابراز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص اضافة الى تسليط الضوء على مشاريع المدن الذكية الناجحة التي تم تنفيذها في البلاد ودعم فعاليات المدن الذكية